من صدفان بدي راحب بكل سماع برفقنا إن كان مباشرة على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني والمنصصات يلي عم نطل عبره أصدقاء المستمعين ضمن برنامج كل يوم يومه راح نتناول المستجدات إن كانت الداخلية أو بالمنطقة وبالأخص يلي عم بيسير بغزة ضيفنا اليوم الكاتب السياسي الدكتور حسن الدر أهلا وسهلا فيك بأول لقاء سوا على الهواء إن شاء الله يكون لقائنا فاتحة خير للتعاون ومزيد من التعاون دكتور در راح ملش من الشؤون اللبنانية قبل ما ننطرق بالملف الشائك أكبر وأكتر هو المنطقة والعالم لأن ما في نفصل الملفات اللي اللي عم بتسير بالمنطقة عن الملفات الدولية والإقليمية لكن باللبنان اليوم نحنا شدنا زيارة لموفة فرنسا قيل إنه كان جاي يحكي بثلاث ملفات موضوع قيادة الجيش موضوع تمديد انتخاب رئيس جمهورية وموضوع السباة عصير في الواحد غادر وكان النجم الأوحد هو ملف تمديد لقاءة الجيش شو قراتك لهالزيارة وشو فينا نقول هاي اخر زيارة للسيد لودريان وشي مسلا خير وشكرا على الاسضافة الكريمة وشارك منكم حضرتك شكرا صحيح إنه اللودريان إجاء بالاسبوع الماضي وحكي بهالملفات الثلاثة اللي حضرتك زكرتين بس السؤال عن توقيت الزيارة عن جدوى الزيارة وعن تأثير هاي زيارة هل ترك أثر كان بكل الموضوعات اللي حكيهن فيه ظروف أصلا للحديث مثلا برئاسة جمهورية بهيدا الزرف الأقليمي اللي عم نعيشه بهالحرب الكبيرة المجنوني اللي مش معروف أفقها وفيه إمكانية كمان للحديث عن 1701 ووصولا للنجم مثل ما تفضلتي موضوع التمديد لقائد الجيش هو كان واضح العنوان العام إنه لا يجوز الفراغ بقيادة الجيش وهذا الكلمة تفعله هذا العنوان ما بتصور حدا بده فراغ بقيادة الجيش ولكن للاختلاف كيف يملأ هذا الفراغ هل يملأ بتعيين قائد جيش جديد أو بتأجيل تسريح من خلال الحكومة أو بتمديد من خلال مجلس النواب وهون الاشتراك السياسي إذا بدك هون برأيي وبرأيي كتار لودريا ما كان عم بيخدم قائد الجيش كان عم بيحط قائد الجيش لما عم بيتبنى فكرة التمديد فهو عم بيتبنى فكرة أحد الأفريقاء أو فريق من الأفريقاء السياسيين اللبنانيين يعني كأنه صار قائد الجيش متبنى من فريق داخلي وخارجي وكأنه في فريق آخر يرفض هذه الفكرة وبالتالي أدخلوا بالزواريب الداخلية ويفترض قائد الجيش أصلا من سنة لليوم سنة وأكتر لليوم من وقت الشغور الرئاسي عم يحكى فيه كمرشح أساسي لرئاسة الجمهورية هو نقى بنفسه عن السجال السياسي أوكي كتار بيحكوا إذا بدك مقربين إعلاميين تسريبات اللي بدك يا بس كقائد جيش لم يدخل يوما فيه سجال سياسي طيب اللي عمله لودريان بيّن بشكل واضح كأنه مثل ما قلت قبل شوي يعني فريق القوات اللبنانية والمعارضة ومن معه زائد لودريان ومن معه يؤيدون التمديد كأنه فيه فريق آخر لا يؤيدون علما أنه الجو مش هيك فيه فريق واحد رافض للتمديد هو تير وطن الحر باقية باقية الأفريقاء ما عنده رفض حتى حزب الله حتى باللقاء بين الحاج محمد رعد ولودريان يعني السرر بأنه ما في مشكل مع قائد الجيش حزب الله ما عنده مشكل مع القائد جوزيف عون تجربة نموعه على سبع سنين كانت أكتر من جيدة جيدة جدا كان بالموضوع الداخلي وكان حتى بموضوع على الحدود بين المقاومة والجيش فما عنده مشكل أوكي عندهم حسابات العلاقة بحليفهم جبران باسيل يعني كيف سيتصرف حزب الله بهذه المسألة واحدة من السلبيات التي تركها لودريان أنه يعني هلأ صار حزب الله بين أنه يقبل بما يرضى به الدكتور جعجع أو ما يرضى به جبران باسيل إذا هو مع التمديد حزب الله ومع أنه تقطع هذه المرحلة وتصوره مع مش عم بقول مع التمديد مع تقطيع هذه المراحل لأنه ما يحصل في المنطقة خطير وخطير جدا وكبير وكبير جدا ولسنا نحن من قلنا كلبنانيين يعني الإسرائيلي قال رح خلص من هون وبلش هون علما أنه يمكن أن يبدأ قبل أن يخلص طبعا نحن نشاهد نيو بس لأنا عم برحمة أحاول أن أقولون طبعا إذا حزب الله كان مع التمديد هلأ هي ذركة للحزب إنه إذا رحب التمديد كان أنه ماشي مع سمير جعجع ضد جبران باسيل محفظ الألقاء للجميع فأنا هذا اللي حبيت أقوله اللي حبيت أقول أنه زيارة لودريان برأيي شخصي لم تكن موفقة ولم تترك الأثر الإيجابي بالعكس كانت عم تترك أثر سلبي فرنسي في المنطقة الذي أداء متخبط أداء غير واضح الرؤية وما في إذا بدك إمكانات لتسييل هذه المواقف أو لفردة أو لتسييره والموقف اللي عمله الرئيس ماكروم بتل أبيب كثير خطير وكثير ترك تدعيات سلبية طبعا أنت علاقتك جيدة مع إيران كان مفترض علاقتك جيدة مع حزب الله كفرنسا لماذا هذا الإكستريم بالعضاء لهذا المحور أو لهذا الفريق لما راح دعا لتشكيل تحالف دولي لمواجهة حماس على غرار التحالف الدولي لحارب داعش ترك أثر سلبي جدا يمكن لو دريان كمان بهذه الزيارة أراد أن أو الإدارة الفرنسية تلملم شوي هذا الموقف سؤالين بهذا الإطار دكتور در السؤال الأول يلي بيترحاله كثيرا ربط باللحظة يلي طلب من الفرنسي التمديد لرقائد الجيش موضوع حدود البحرية موضوع حماية الحدود البحرية باتجاه أوروبا من المهاجرين أو من النازحين واحد الشيء الثاني بموضوع هل هي الزيارة الأخيرة للموفد الفرنسي وبالتالي جاي ماكروون قريب للأعياد لا شو يقول شو بدي يقول بعد ماكروون مع أنه خلينا نكون واضحيا نبطل له خبز لا بالمنطقة ولا بأفريقيا ولا بفرنسا كرئيس كمان واحدة من الاشياء السلبية لما قال انه القائد الجيش يحفظ امن اوروبا يعني هيدا العبارة اللي استخدمه لودريان او نقلت عنه او سربت هو اللي بيقصد فيه بس ما وضح بس بيقصد فيها ضبط الحدود البحرية نعم تب انت جاي على لبنان بعنوان الحفاظ على المؤسسة العسكرية يفترض انك تركز على اهمية هذه المؤسسة العسكرية كمؤسسة وحيدة اذا بدك باقية بهذه المؤسسات الجامعة اللي كله اللبنانية فمفروض تركز على دورة الوطنية على دورة بحفظ الاستقرار في لبنان على حفظ الامن في لبنان على التوازن الداخلي كايضا بما انه باللغة اللبنانية الموقع الماروني الاول الوحيد المتبقي بعد الفراغات اللي عم نشوفها او التاني المتبقية وحساسية واهمية وخطورة برجع بقول قيادة الجيش لما تروح تقول انه يحفظ امن اوروبا هاتا بيخدم قائد الجيش يعني كأنه قائد الجيش هلا يعمل لحفظ امن اوروبا هذي هذي زحتة اخرى بالزحتات الفرنسية الدبلوماسية اللي عم تأثر سلبا وعم تكون انتباع سيء عن الاداء الفرنسي في المنطقة متما تفضلت وقلت مروح من افريقيا للشرق الاوسط لاوروبا حتى العلاقة مع امريكا بلحظة يعني لا ربح امريكا ولا يعني خسر هو خسران روسيا خسرة بعد الحرب باوكرانيا ولم يربح امريكا وخسروا الصين راحة الصين تيترجاههم رجعوا هيا الرأيوا وتوصل على هذا الكلام الفرنسيين محللين وكتاب وصحوف ولي بدك ياه انه من اسوأ الادارات اللي مرأت على فرنسا تاريخ فرنسا بالملفات الخارجية على الاقل شو جاي يعمل عنه؟ بسؤال التاني الشيء التاني من سؤال حضرتك انه هل هي الزيارة الاخيرة؟ لا هو ضرب موعد بقانون تاني جاي راجع لودريان ويكون كون فكرة او بدوا يخبرون شو عمل ببرة يعني مع اللقاء الخماسي علما لما اجا حكا ولمح انه عم بيحكي باسم الخماسية منه هاك الموقف؟ القطري كان قطري بمطرح والفرنسي والسعودي بمطرح والامريكي بمطرح والمصري بمطرح اخر فهذا التخبط بيشبه اذا بدك هالعالم كله المتخبط نحن بلحظة عن جد لحظة اعادة تشكيل عالم جديد عشان نقعب نشوف في تصريحات متناقضة في مواقف متناقضة في عدم وضوح بالرؤية يعني لو الاهداف واضحة يبنى مواقف واضحة عليها شو جاي يعمل؟ ما شو جاي يعمل؟ ما هو مجرء اثبات حضور اذا بدك بهذا المسجل الى اجاه الاخيرة وبعد شهران ثلاثة بيجي كمان بهذا الاطار بس انه هو موجود في زيارة لماكنو على العيد بلبنان نعم نتسرب من انبالحة كتير عم نحكة انه رح يكون يتزامن زيارة لقلوطة يطلع على قوات اليونفلس الفرنسية وبالتالي يلتقي بعض القادة اللبنانيين ما بعرف مين قصدوا القادة اللبنانيين ومن بعد ما انكسرت الجرة مع حزب الله شو فينا نقول؟ انا ما عندي معلومات خاصة اسمعت ما حضرتك بس ممكن يكون بدو يحاول يعيد ترميم ما خربه اذا بدك بعد سبعة تشرين ولكن السياسة مش هك يعني انتي على مدى السنوات عم تقدم لي نفسك كوسيط وانت الوحيد اللي تركت الباب مفتوح مع حزب الله وكنت عم تعمل دور كان عنده مصلحة واضح اسمه توتال وكان عنده مصلحة اسمه غاز وكان عنده مصلحة بس ما راحت المصلحة؟ بس سؤال هون اللي عم بيسأله حزب الله يعني عم بيسأله في مصلحة كبرى ومصلحة صغرى لا اللي عم نحق بالتحليل انه كان انت عم تعمل هذا الدور اللي تجي لحظة مناسبة تنقض على حزب الله وعلى لبنان طيب وتوقيت الاعلان توتال انه ما في غاز ببلوك رقم 9 رغم انه كل المقدمات بتقول لا في غاز بناء على اللي كانوا هني عم بيعملوه من حجوزات لتواقم جديدة وراحوا على البلوك 8 وعشة بدون ينقبوا فيهم من جديد فكانت الاجواء كلها وحتى ما ابلغ به المعنيون اللبنانيون انه المؤشرات ايجابية جدا وهناك فعلا بالبلوك 9 كميات تجارية يمكن الاستثمار عليها فجأة صارت 27 بعد يومين بيقولوا ما فيه طيب هذا كله هذا الصيار هي صدفي صدفي اي ممكن انه 27 توقف كريش وتوقف تمار من الانتاج صح بالتالي المعادلة هي زيتا يا نحنا ومنشتغلوا وانتو بتشتغلوا هيدي المعادلة اللبنانية يا المعادلة الاسرائيلية نحنا بنشتغلوا ونحنا بنشتغلوا وانتو ما بتشتغلوا سوف تحكيه كل الغرب يقولنا انه نحن بالنسبة اليهم بغض النظر نحن مسلمين وانلا مسيحيين نحن لبنان وانلا فلسطين وانلا مين مكان نحنا على الاقل درجة تانية بالدرجة الاولى في اسرائيل و بالدرجة الاولى في مصالحهم هنه وقت تضارب مصالحنا مع مصالحهم او مصالحنا مع مصالح اسرائيل هنه علنا مع اسرائيل وهنه علنا مع الموقف الاخر وهنه مش شايفيننا بين هلالين كبشر صف اول عم بتعطوا معنا هيك ان كان بالاقتصاد ان كان بالسياسة وبالحرب هلأ رح نحكي وحضرتك بتعرفوا وكل العالم عم بشوف هذه المذبحة التي ترتكب بحق الاطفال دون ما كانوا ما في شيء خارج اطار التفاوض او الوساطة او التمنيات او الطلب الفرنسي بموضوع قيادة الجيش كيف رح تنتهي الامور قبل سبعة كنون الثاني يلي منتظر نهاية تصريح هذا السؤال اللي محنش عارف يجعب عليك لانه لا الان الاكيد يعني هذا الثابت واضح موقف مثلا القوات اللبنانية مع التمديد البطرياركية مع التمديد الطير وطن الحر ضد الثناء الى اليوم لم يأخذ موقفا واضحا ولم يحسم خياره لا اعتبارات كثيرة ويعتبروا انه بعد شهر تقريبا ممكن يعني بدون يحاولوا قدمة فيه ونذهب على مطرح يكون فيه اكبر توافق ممكن لانه لبنان لا يحمل نعمل خطات سياسية بها الظروف ليس عندنا نعيدها ونكررها فلاليوم لا يوجد موقف نهائي وانا سألت السؤال لأكبر المرجعيات لم يحسم ولم يبت موضوع قيادة الجيش هناك عدة آراء هناك أحد يقولك مثل ما صار مع اللواء عباس إبراهيم كل الأمور كانت تنشغل وفي اللحظة الأخيرة لم يمدد له وفيه رأي من قال مبارح بس انه خطير انه هناك أحد يقول ونسب للقطري ما بعرف نسب للقطري انه خلي نروح على فراغ بقيادة الجيش من أجل الضغط من أجل انتخاب رئيس الجمهورية يعني نستعمل هذه الورقة مثل راحة أكتر من هيك قائد الجيش هو مرشح رئاسي أعطونا قيادة الرئاسي وبعدين تترتب الأمور بطل ينحكي هلأ عن تمديد لقائد الجيش عم ينحكي هلأ عن ترشيح قائد الجيش للرئاسي تمام بس أصدل فكرة الخطيرة انه هل في حدا عم يفكر انه لا خلي الفراغ بقيادة الجيش بس نحن تعودنا على الفراغ يعني اللي عم يضغط علينا بالفراغ تعودنا برئاسي الجمهوري فراغ تعودنا بحاكمية مصرف لبناء فراغ تعودنا بأمن العام فراغ فبالتالي يعني انه شو بقدم ومأخر الفراغ في خصوصية لقيادة الجيش في خصوصية انه ما في رئيس أركان كمان انه بالاخر الخلاف من يأمر هؤلاء يعني عمرة الجيش مع مين بتصير اذا في فراغ من روح مثل ايام الحرب الاهلية في حاكمين مصرف لبنان وقيادتين جيش وحكومتين بلبنان هذا سؤال خطير يعني عم تقول في انقسام لجيش اللبناني انا عم بسأل سؤال لا لا حدا عم بلوح من مبرحلة اليوم طبعا انه هناك في مشروع انقسام لجيش اللبناني اكتر من هيك في حدا راح يقول انه افترضنا مشيت الامور عكس رغبات وزير الدفاع لهو ينتمي او قريب من تيل وطن الحر وراح قد قد انا هذا الكلام سمعته انه بعض الضباط الكبار يتمردون اسمعناك كمان في طعن الطعن اوكي حق دستوري وحق قانوني ولي بدك ياه بس اما يقول عن تمرد بقيادة الجيش ان في حدا عم يفكر هيك انا عم بسأل السؤال للانونين دستوري اذا ما في قائد جيش والنص الدستوري اذا خلت سدت قيادة الجيش بيكون فيه رئيس الاركان لا فيه رئيس اركان وهلأ رحنا عفراغ مين بيؤمر الامرة لمين بغياب رئيس جمهورية اللي هو القائد لعلى القوات المسلحة اذا الفراغ بقيادة الجيش له حسابات اخرى الفراغ بحاكمية مصرف لبنان رحنا على نائب الحاكم استلم بالنيابة فراغ بالامن العام رحنا كمان بالنيابة بس بالجيش ما فيه نيابة اكبر زابط غير دستورية بحسب لا لا انا بحكي عن امن العام ايه فيه هلأ فيه اللواء البيساري يسير الاعمال هو اه المدير العام للامن العام وان كان بالنيابة بس موجود فيه حدا عنده القرار مين بياخذ القرار بقيادة الجيش اذا ما فيه رئيس اركان وما فيه قائد جيش عم تقولي حضرتك ام مش حضرتك لانه التالوطن الحر عم بيقول الاعلى رتبة لا مش انا لا انا فهمان عليك بس حتى هون بقيادة الجيش ما فيه اني رأيان التالوطن الحر عم بيقول الصح التالوطن الحر عم بيقول الاعلى رتبة يعني مخبرة عم بيقول حدث ايه عم بقول حدثين لا هذا ليس له اصل دستوري لانه او قائد الجيش او قائد الاكان وما في حال تاني فعشان هيك عم بيقولك خطورة انه الحديث عن فراق بقيادة الجيش علما انه انا عندي يقين وقناعة انه اذا ما رحنا على انقصام وعلى تمرد ايه بتمشي البلد لانه هذا البلد بس الله بيعرف كيف ماشي بدون رئيس جمهورية وحكومة ما بتجتمع ومجلس نوار ما بيجتمع وماشي الامور ماشي والرب رعيه ايوه صارح والرب رعيه دكتور در هيدا المشهد اللبناني اللي منقبل انه ضل على الاقل مضبوط بالداخل امام مواجهات كتير كبرى عم نعيشها على الحدود نروح الى الحدود الجنوبية من عودة او استقناف العدوان شفنا فيه التكتيك الجديد بالجبهة الجنوبية فيك تشرح لنا شو عم بيصير بالتكتيك الجديد على الجبهة الجنوبية وهل هو التكتيك الجديد من الطرفين او حزب الله هو المبادر اليوم بهذه المتغيرات وخاصة انه خسر خمسة من القادة قادة وحدة الردوان يلي كان من بينهم ابن النائب محمد رعد عباس الشهيد عباس كيف تشرح لنا شوان بيصير بجنوب خيامة قبل الهدنة بس بدقيقة بثمانية تشرين بعد عملية طوفان الاقصى وبشكل واضح وصريح حزب الله عمل عمليات على مزارع شبه واللي بيرجع بيقرى البيان بيحكي عن ضمن قواعد الاشتباك عم بيحكي عن قواعد الاشتباك من 2006 نهار بتسعة او بتمانية بالليل او بتسعة تشرين العدو الاسرائيلي قصف بيت بمنطقة الضهيرة بالقطاع الغربي واستشهد ثلاث عناصر لحزب الله يعني خارج خارج قواعد الاشتباك ومن هناك بلشت تتراكم الأمور وتكبر الرد والرد المباشر حتى هوني دكتور حتى وقتها خرجت عن قواعد الاشتباك المعروف فيها منذ هدنة السبعة تاع السفر واحد بعد قواعد الاشتباك يعني مضبوطة نقطة بنقطة في قواعد جديدة بس في قواعد صح لا لا انا خليني اقول انه بهالصياق انه حضرتك سألتي مين عم بيكسوف ومين عم بيرد لا عم بسأل تغير التكتيك بعد الهدنة تغير انا عم بعمل هذا الفانوراما اذا السريع للي صار قبل وكان واضح جدا حزب الله وحتى رئيس بري قال انه ما يحصل في لبنان مرتبط بما يحصل في غزة ولما كانوا عم بيجوا موفادين غربيين امريكيين وفرنسيين وغيرهم بيلتقوا رئيس بري مثلا من ضمن اللي بيلتقوهم وبالايام الاولى كانوا عم بيحكوا بتهديد واضح يعني امريكيين والفرنسيين حملوا تهديد للبنان انه اذا توسعت الجبهة الولايات المتحدة الامريكية ستتولى التعامل مع لبنان يعني بشكل صريح وواضح والاساطير حال طيب ما يحصل في غزة يحصل في لبنان بالمرحلة الاولى من الحرب قبل الهدنة كان الاسرائيل واضح عم بيشتغل بشمال قطاع غزة ارتكب مجازر مذبحة 15 الف شهيد على الاقل فيهم 6 الف شهيد طفل على الاقل وحصار منع الماء والكهرباء ووصفهم نعطهم بالحيوانات البشرية يعني شيء رجعنا للعصور الحجرية كيف تعاطي البشر مع بعضهم ورغم هيك العالم ساكت طيب بقيت المقاومة صامدة وكان في مواجهات وكان وضع المقاومة جيد جدا وكانت عم توجه دربات موجعة وعم نشوف صور المسافة صفر صارت سلوغان اذا بدك وكان الامور ماشي هيك طيب اليوم غزة كلها تحت النار حجم الجرائم وكمان في شيء ملفت للنظر انه بالمرحلة الاولى كان فيه اضاءة اعلامية كتير كبيرة حتى غربية طيب اول مبارك تحى 700 شهيد بدربة واحدة في حي وبيد اختفق هو وسكان شيء مرعب شيء مرعب الصور الجوار الصواريخ قديش تقلى هاي هاي صواريخ كيف هالبنايات نزلت من بكرة ابيها شو عم بيصير هاي صواريخ امريكية علنا يعني وزاعة الدفاع الامريكيات 2000 رطل يعني بحدود 900 كيلو جرام اضافة لقنابل 1000 و2000 كيلو يعني طن واثنان طن سلمتن للاسرائيليين بهال خلال جدنا لا يبلشوا يستأنفوا بيطلعوا بيقولولك انه طلبوا منهم حطولهم ضوابط وطلبوا تحديد التحييد المنانيين بمعدل 47 يوم على 15 ألف شهيد كانوا عم بيحكوا بين 200-300 300 شهيد باليوم 700 شهيد بيوم واحد هاي دي وبدو نحايدوا المدنيين وصرنا عدد صرنا عدد للأسف فربطا يعني لا روح على سؤالك التكتيك الجديد اللي عم بيصير او الواضح بجبهة الجنوب اكثر سخونة من المرحلة السابقة الواضح انه الطرفين ما هو في بالفوتبول في قاعدة بقولوا افضل وسيلة الدفاعية الهجوم مش هيك حزب الله يريد ان يرسل رسائل الاسرائيلي لانه في كتير حكي اليوم ما بد يتبناه بس هو بد يضل ينحط الخمسين بخمسين قد بأي لحظة الاسرائيلي يهرب الى الامام باتجاه لبنان لانه مساحة لبنان اوسع من غزة بيقدر يعمل اشتباك مع المقاومة بأقل عدد مدنيين بيقدر يبيع على الغرب اكثر انه حياد المدنيين بلبنان بيقدر يكبر الحجر ليزغق لييروح على حل اكبر لما يلاقي الافق مسدود سياسي وعسكري بغزة فبناء عليه حتى لا يظن الاسرائيلي اوكي حزب الله لا يريد حرب مفتوحة وواضح من خطاب السيد حسن الاول واللي طلعه هلأ صاروا بيتنمروا على المقاومة بلبنان وبدون يزيدوا عليها وكأنه المقاومة خايفة لا في حسابات هذه المقاومة قلنا دائما هذه المقاومة عاقلة وهذه المقاومة بتعرف موازين القوة وبتعرف انه فيه ظرف فيه لحظة دولية خطرة جدا فيه صراع فيلة بهذا العالم اليوم فيه كبرياء العدو الاسرائيلي جرح بالصميم وحده ايضا فيه مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية اللي هي اسرائيل هددت بالصميم بناء على هيك نحن لا نريد هذه الحرب بنفس الوقت لن نترك قطع غزة سنساند بالقدر الذي هذا الميزان الجوهرجي اللي عند تستعمل المقاومة في لبنان لم تأخذ لبنان لحرب مفتوحة حتى ما يصير بلبنان مثل ما يصير بغزة وبنفس الوقت اشغلت الجيش الاسرائيلي وقالوهن صار معروف عدد الفرق والالوية اللي موجودين على الحدود الجنوبية أو على حدود فلسطيني الشمالية لليوم الموضوع المسألة هيك ولكن أي تمادي اسرائيلي وأي خرق والمدى بالمدى نوع الهدف بنوع الهدف وهي كانت قبل بس اللي عم نلاحظوا اليوم عم نشوفوا اليوم في مبادرة أعلى سألت حدثك مين اللي بلش أول يوم عادت الحرب بعد الهدنة بغزة الطائر يعني الأخبار موجودة الاسرائيلي كان عم بيكسف بالمدفعية المناطق لبنانية على طول الشريط الحدودي وحزب الله كان ساكت وأنا يعني فيه إخوة بحماس المتواصل معهم عن الوضع كيف إذا بيرجع فيك ترجعوا للأرشيف لهو عمره يومين بس أو ثلاثة أول يوم أو أول ساعات الحرب كان الإسرائيلي دقيق يعني كان عم بيضرب شقة ببنائي ما كان بعضهم موسع إلى هذا الحد كان فيه أمل أنه عن جد يعمل عملية محدودة إلى علاقة فقط بمواجهة المقاومة مش يروع على مجزرة مثل ما راح بالأول ولكن لا بعد ساعات بلش القصف المنهجي اللي حدرك عن تحكي عن هذه القنابل الضخمة اللي عم تقيم بيوته وأحياء من أصله هون حزب الله رجع على هذه الخروقات وفلتة الأمور فلتة الأمور ولكن ضمن واضح صار خمس كيلو متر يعني إذا بدك عرض الجبهة ولكن على طول الجبهة اللبنانية اللبنانية الفلسطينية العدو الإسرائيلي أكثر من مرة يمكن هذا الكلام ما بيعجب البعض اللي هن من بيئتنا من بيئة المقاومة ساحية الإسرائيلي لما استهدف سيارة فيها ثلاث فتيات وستهم وقتلهم هذا ليس استدراج لبنان في هذه الحرب ولكن المقاومة ردت صح رد قاسي على كريات شمونة بالصواريخ الكاتيوشة والقراد ولكن مراحت بعيدا بهذه المسألة الإسرائيلي ضرب مثلا بالزهراني 40 كيلو متر ضرب أحد البكابات بأحد البساتين المقاومة استوعبت المسألة ومراحت إلى رد فعل ممكن يؤدي إلى تدحرج المقاومة تصدر بياناتها تصدر بالرد المباشر يلي عم تقوم فيها لكن في أزرع شريكة أو داعمة للمقاومة عم بتغمق شوي بأول إسرائيين صح ما وصلوا على حيفا؟ على أطراف حيفا؟ على أطراف حيفا؟ على أطراف حيفا؟ بالتالي كمان البعض طرح علامة استفهام يعني حتى الآن الجبهة مضموطة من المقاومة وحتى حلفاء المقاومة بيتصرفوا بتكتيك وستراتيجية المقاومة خاصة بالحقرين على المنصات في الأخوة بحركة أمل كانوا عندهم رحوا على بوابة فاطمة أطلقوا النيران هي غير صحيحة غير صحيحة أبدا أوضح لنا هذا الموضوع لأنه حدن عمل مقالة طويلة عريضة من هو هذا الحدن؟ يعني هذا طلع عباسم زنر نعم من عباسم زنر؟ ما في حد اسم عباسم زنر أوكي أوكي هي واحد اثنان كثير من يح نحن نحكي عن هذا الموضوع لأنه بعقول الناس في فرقم صارت شائعة 8800 8200 الإسرائيلية لشغلتها حسابات وهمية طبعا وبث شائعات وما إلى ذلك حركة أمل نعت أحد القادة الشهداء بسقطه بعملية طبعا ضد العدو الإسرائيلي وعزم الله شكرا وملاحظ أنه حركة أمل عم تستهدف مثلا أكثر بمزارع شبه حسب ما عم يورد بيانات بالإعلام اللي صار بوقتها فيه تمشيط إسرائيلي كان برشاشات ثقيلة باتجاه الكورة اللبنانية بمنطقة فخر لمن عمل العملية بس تبنى العملية حسب الله عمل عملية على موقع المطل وأصابهم إصابة قاسية وبتعبيرنا اللبناني المجلون الإسرائيلي ما في كينر الشاش أبدا كان هذا الصور موجودين هذي الصور موجودين بس تنحسم الموضوع في إطلاق النار كان من جهة واحدة بعدين بهذا المنطق إذا ما نمشي مع عباس مزنر اللي مش معروف مين عباس مزنر فيه بيت مزنر بالمنطقة فيه بيت مزنر من هو هذا الشخص يعني اللي عنده حساب مثلا على أكس على فيسبوك من هو مش موجود عصدقا أنا أنا عم بحكي وأنا كتبت لأنه على تويتر حدا سألني توزع هيدا على الواتس أب كله هاي الرسالة يلي وصلت لنا ما بقي حدا موصلتها ما هي سرعة وصول هيدا الرسالة بخليك تشكي مين عملها مين هذا الجهاز يقدرها لقدي عماما بلحظة ابن الساعة كل اللي بني عم يحكي بأباس مزنر ومحلا بيعرفوا ما نحن بنبقى قداشنا لبناء أسمائنا الناس تعرفنا عباس مزنر رسال معروف بلبنان كله ابن الساعة فيه كان واضح الفيديو في إطلاق نار من جهة واحدة العدو الإسرائيلي يطلق النار على البيوت وعلى الكرة إذا بدي أمشي بهذه السردية خلي المقاومة لكي توقف عمليات لأنه كل ما عم تعمل المقاومة عمليات العدو الإسرائيلي عم بيرد على الكرة اللبنانية وعلى البيوت اللبنانية وعلى يعني على أطراف الكرة إذا بهذا المنطق ما هذا خطير اللي عم بيقوله حتى لو كان في حال يعمل عمل عملية باتجاه العدو الإسرائيلي ما هو مثل واحد عم يفتن بين طرفين واضح هيدا القصة لما نوصل هذه الفتن التي تحاول الإسرائيل زرعة وكلها أجهزة الاستخبارات اللي بيهمها تفتن بين السني والشيعي بلبنان وبان المسيحي والمسلم بلبنان وبان المسيحي والمسيحي والشيعي والشيعي والسني والسني بنا نكون أعقل وأوعى من أن نجار إله دكتور در بس كمان بالموضوع الجنوبي نحنا بنعرف قبل كمان استئناف العدوان بحب قول عدوان أكتر من الحرب ما بعرف كمش ما كتير والطرف الثاني عم يدافع عن نفسه دكتور در في موضوع استهداف قادة وحدة الردوان وبالتالي قيل كمان خرق خرق إسرائيل عبر اتصال ورد لأحد أهالي المنطقة شو حقيقة هذا الموضوع هل مزبوط مثل ما قيل أنه نحنا مخلوق اتصالاتنا ورد 07 لكن الاتصال ورد من إسرائيل إذا بتشرح للتكتيكا شو صار لأنه قيل الكثير بس هيك عم نستوضح قيل ما بدك في إشاعات وإذا بدك أنا بسرد لك هلأ عن نفس العملية بتسمع أربعة خمسة ست سيناريو بالآخر خلينا بالمبدأ هؤلاء ضباط ميدانيون كانوا عم بيقدوا وظيفة عسكرية بمعركة استشهادهم هني يعني أمر وارد بأي لحظة الإسرائيلي اللي عمل عمل ضربة قاسية صح هلأ هو عمل أمني هو استطلاعي هو عميل كل الأمور واردية كمان بالآخر هذا العدو الإسرائيلي على مدى كنا نشوف قبل 27 حجم العملاء اللي كانوا عم يتغلغلوا فينا بكل المناطق اللبنانية وأكثرهم بالجنوب اللبناني أنا ابني الجنوب بس بالآخر الإسرائيلي بميدان عملوا الاستخباراتي مفروض بين المكان اللي فيه عدو اللي هو الجنوب والضاحي وهي المناطق فإذن هذا التفصيل اللي إله علاقة هل هو خرق أحد العملاء ولا هو خرق برجع بقليك التقنيات الاتصالات إلى آخرية كلها أمور واردية أنا ما بدي أطلع نظر عشي ما بعرفه ولكن هذا أكيد قيادة المقاومة حققت بالموضوع أو عم تحقق بالموضوع ومسكي هذا الملف وهذه أمور بتصير ما مثل ما الإسرائيلي بيعمل ضربات والآخر هذا العدو عشان نذكر الناس هذه إسرائيل الرئيس بالرئيل وكلمة شهيرة بيقول من كانت إسرائيل عدوه فهو عدو كاف عدو كافي بالإجرام وعدو كافي بالتسليح وعدو كافي بالاستخبارات وعدو كافي بالتقنيات وهلا بدي أقول معلومات معك يمكن مش كتير منشورين بس كتير مهمين قالوا أحد الدبلوماسيين المصريين اللي اشتغل 27 سنة بالكاين الصهيوني عن طوفان الأقصى واللي إلو علاقة بالموضوع الاستخباراتي تفضل فأنا قبل لوضح هذه النقطة في خمس ضباط ميدانيين قادة صحيح إلن شأنيتون استشهدوا في أرض المعركة يعني هلقا حتى السيناريو السيناريو يلي تم تسويقه بخرق قصص تقنية فيه كمانا هيك كأنه أعطاقش هاد التأدير لإسرائيل يعني بأنه أنه تصل تتأكد أنه أهل البيت مش موجودين وثم تم استهداف المنزل المقصود يعني دايما منشوف هيك فيه أخبار يعني إسرائيل ملاك وبالتالي وبالتالي نحنا كلنا شو عشر ريتي بمعاريف عن الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه إسرائيل هلأ بتذكرلك اسم المنظومة وإسرائيل بتقول يعني أحد ضباط الاستخدارات لا 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 له اسم عبري هلأ بيقولك عم بيقولوا هن فيه بالذكاء الاصطناعي إذا احتملوا فيه عنصر لحماس بهذه بالمبنى أو بحي لو قتل هن عم بيقولوا لو قتل مئات المدنيين المهم أن يستهدفوا هذا العنصر بتذكري جباليا طبعا المخيم بس المجزرة الأولى قبل الهدنة هي إسرائيل لما طلعت عفوا لما طلعت تبرر قالت كان فيه عنصر لحماس يعني حتى بقامت لأيامي بأميركا وإذا فيه عنصر لحماس تقتل 200-300 شخص وقتا راحش 400 شهيد فهلأ إسرائيل عم تتأكد إذا فيه مدني أو فيه عائلة هذا السيناريو يعني يلي ورد ويعني دايما فيه سيناريو البطولة والشهامة شو غريبة شفناهم بالأسرة شفنا الأسرة الفلسطينيين بالشجون الإسرائيلية شو خبروا بأنسي شو خبروا ممكن يكونوا عم بيبالغوا بس شفنا وجوهن شفنا واحد نص راسه طاير شفنا الندب شفنا عيونن شفنا إسرائج عبيس وكيف شوهوها من قطع أصابيع على وجه هذه الدولة اللي مقدمي حالة ديمقراطية وحضارية وهي عنوان إذا بدك للحضارة الغربية بهذه المنطقة المتوحشة هاي الصورة اللي كانوا عم بواسطها وشفنا بالمقابل الأسرة اللي طلعوا من عند حركة حماس شفنا وجوهن شفنا عيونن شفنا ضحكاتن وشفنا رسالة الأم شفنا لازمة لازمة متلازمة غزة سميت حضرتك متلازمة غزة صح في شيء كمان مهم لأنه طلع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال أنه يمكن هاودي مضغوط عليهم يمكن هاودي غزب عنهم ورحوا عن متلازمة تستقل وأنعملت المقارنة مش صح لأنه في أم كتبت رسالة رسالة شكر لحماس بتقول فيها لقد عملت ابنتي الصغيرة كملكة وشكرت حركة حماس أنه ابنت ما حتى تظهر وعند عائد بالمستقبل صح لماذا الفتاة هي اللي ظهرت وحطت دمي فلسطيني صح هذه بإسرائيل بإسرائيل وخياء وخياء كان رح يقتلع أنه شو جاي من الأسر فالبطولة الحقيقية الشهامة الحقيقية هي عند أهل الأرض كانوا في لبنان أو في فلسطين أو أين مكانوا والذي جاي هو مرتزق أصلا وهو جاي شفنا أيضا جنسيات الأسرة الإسرائيليين حدتك كنت تتابع ولا واحد إلا ما معه جنسية ثانية هو مش جنسية ثانية هو ابن هذه البلد الثانية وإجع على جنس إجع على هذه المنطقة أنا اللي بد أقول الخلاصة هذا الكلام أكيد بس هذا من ضمن كنا نحكي قبل شوية عن 8200 ما هذا من ضمن اللي عم بحاول يسوي الأستردية الإسرائيلية إنه إسرائيلي بتحيد المدنيين طب ما شفنا لبنانيين وأنا ما بدي فوت بالداخل لبناني كتير لأنه بس كمان لازم المواقف أصلا صارت واضحة طب ما شفنا لبنانيين وقادة لبنانيين ورؤساء أحزاب عم بقولوا إنه حزب الله عم بيكسف نواب ببروكسل كمان ما بدك تحكي عنه من هول إذا بدك بحكي أنا عنيش مش كمشي إنه نواب عم بيقبلوا بيان مش ارتجال شو عم يطلبوا وعم بيطلبوا بتصبق بانسحاب المقاومة وفي أكتر من هيك بس لا لا في حدا قال إنه لبنان إنه حزب الله عم بيكسف من بين البيوت وشفنا الدكتور سامير جعجع ما بده الدولة تعود على اللبنانيين هذا أنا قلت رح ارجع عيد مع حضرتك تخطى موضوع العداء السياسي أنت عتعمل عداء اجتماعي هؤلاء لبنانيون بس بفتكر يعني يلي قدم دم ما واقف كتير عند بعض التعويضات المالية حلا أنا ما هحكي بدي لك هو بس الزكزكات هي الشغلة بس هي مش زكزكة تطلع من رئيس حزب نعم ورئيس أكبر كتلة نيابية وله حضوره وتبثيله ومفروض تاريخه مش مفروض يطلع يستعدي الناس هؤلاء لبنانيون ما حضرتك عملت حروب والدولة عوضت وزارة المهجرين بعدها لليوم في وزارة اسمها وزارة المهجرين هي عم تدفع الأضرار اللي حضرتك عملتها حضرتك واللي ضدك هذا عدو إسرائيلي بدي افترض معك بسرديتك أنه حزب الله تسبب الحرب هذا صاحب الرزق والزيتون والتبغ والبيوت والفسفور هاو دي مين يستعملون لسنوات شو ذنبو هذا المواطن اللبناني حضرتك عندك بتقول 19 نائب اسم النواب الأمة اللبنانية فأنت لازم النائب لعندك حرمك المصون ستريدة جعجع مفروض هي نائب عن بشري ونائب عن سور مفروض هي تطالب بحقوق هؤلاء فأنا اللي بدي أقوله ستنا الكريمة هذا الكلام هذا المستوى من الخطاب ها تخطى موضوع الخلاف السياسي نحن رايحين على أخطر وأبعد وأعمق من هيك وهذا لون بيوصل لبعدين هل رجعنا الراهن على انتصار إسرائيلي رجعنا الراهن على الرهانات القديمة بهالظروف هو قصة خيارات حقه بالسياسي روح مطرح ما بده أو هو قصة أناعات هي أناعات واضح لأنه هالأناعة مش عم تبرد كل فرصة كل ما يصير فرصة عم ترجع من جديد تتكون إذا بدك وتعلم ولا حدا صرنا في الولايات المتحدة الأمريكية كعدو للبنان حقك تكون أنت حليف أو معتبر حالك حليف للولايات المتحدة الأمريكية بدك لولايات المتحدة الأمريكية تعتبرون مش هني بقولوا خلافة أمريكا بدك هني هو معتبر حاله عمقول هو معتبر حاله و أنا عم يحكي عن كل هذا الفريق حقك الشرعي والطبيعي تكون حليف لأي خط سياسي بس دستورك اللبناني آيل في عدو واحد للبنان اسمه إسرائيل مش حقك مش حقك بس عفوا من مراهد الجملة وحق إخونك قلت قبل رح أرجع قول ومش عم يحكي بس عن رئيس حزب القوات عن أي حدا بيروج للسردية الإسرائيلية لأنه هذه السردية أنت عم تروج لعدو لبنان اللي هو بالدستور اللبناني العدو الوحيد للبنان دكتور حسندر الوقت بلش يركض وفي شي حضرتك حضرتك قلته بموضوع الاستخبارات معلومات جديدة ربما مش كتير متداولة بس منحب نضوي عليها نشوف نعملنا قراءة وتأثيرها وشو نتيجتها من أول مسارة 27 كان واضح أي حدا عم بيرائب بلاحظ أنه في مشهدين في مشهد لمقاتلين مدربين هاوز الفيديو زي شفناهن اللي هن عم بيواجهوا عسكر اللي نشرتهم حركة حماس وفي بعدين شفنا الفيديوهات اللي جيين ناس عاديين من غزة على إيشوا أخذوا أسرى وأخذوا مدنيين أو سيارات أو سيارات أو واضح كان قدامنا هذا المشهد بس نحنا مش عارفين بعدنا باللحظات الأولى عم متلقى هايدي الصور الحقيقة وين طلع حكي كتير بس أنا ما سمعتم من ولا مصدر إذا بدك بين هلالين على الإيميل الموثوقية بس من يومين على قناة الجزيرة أحد الدبلوماسيين المصريين المعتبرين اسمه رفعة الأنصاري عم بيحكي تفصيلاً ما حصل وكلام جداً خطر استمعنا برجع بقلك مثلاً ممثل حركة حماس بإيران حكى عن كنز استخباراتي كبير حصلت عليه حركة حماس بـ 27 طيب رفعة الأنصاري عم بيقول الهدف من عملية الطوفان الأقصى كان الدخول على ثلاث مواقع إسرائيلية الموقع الأول هو معبر إيرتز معبر إيرتز اللي هو مشهور هو مركز الشبك الشبك اللي هو الجهاز الأمن الإسرائيلي وبهذا المركز بإيرتز وعند الشبك فيه كل أسرار وإذا بدك تفصيلات العملاء اللي بيشتغلوا مع إسرائيل داخل فلسطين محتلة إن كان بالضفة وإن كان بغزة أخذوا كل السيرفرات اللي موجودين أخذوا كل الكمبيوترات اللي موجودين هو عن بيقول الكلام كله نقلا عنه وبحضور الساحل عشر ونص الصبح كانوا بغزة وشفنا إعدامات ميدانية عملوها حماس بناء على هذه المعلومات اللي اجت من هذا المعبر فهذا الهدف الأول وأسروا ضابطين كبار من هذا المركز وصاروا أيضا بغزة المركز التاني أو الموقع التاني الهدف التاني اللي كانت مستهدفته حماس بسبعة تشرين هو قاعدة نتسريم وهذه القاعدة كتير مهمة بالنسبة لحماس لأنه هذه فيها كل الخطط العسكرية المتوقعة بالآخر كل الجيوش تعمل دائما يعني في خطط مسبقة افتراضية لأنه إذا صار أي طارق بتكون جاهزة للتدخل فأيضا الخطط العسكرية اللي كانت عادتها إسرائيل دا الدخول إلى غزة أو لمحاربة غزة أو لأي حرب بغزة كانت مع الفلسطينيين أخذوا كمان نفس الشي السيرفرات بالكمبيوترات وكل الوثائق اللي موجودة بهالقاعدة وأخذوها على غزة الأخطر والأهم هي وحدة تمامية وثمان تلاف وميتان بس للأمانة قبل ما تكفي بس للأمانة وريح ضميرة من خمستاشر يوم على هذا المنبر بالتحديد الدكتور عماد رزق عطى كل هذه المعلومات قبل ما يحكي رفعة الأنصاري بس وقت تطلع من شخص دبلوماسي يكون لها يمكن وقع أكثر بس تكون للأمانة مية بالمية أنا مش هم بقول برجع بقول أنا برجع بقولك لما سمعت لأنه هذا جزء من المقابلة وصل لكل أنحاء العالم ما بقي حدا إلا ما تنيقش فيه منه صح بس الجزء بثمان تلاف وميتان حكينا عنه قبل شوية كمان واللي هو له علاقة بالتجرس على مصر والأردن وإيران واللي له علاقة كمان بمعلومات عن البرنامج النووي والإيراني واللي عم بيقوله هو إنه هاودي السيرفرات والوثائق والكمبيوترز اللي أخذوهم من هون صاروا مع حزب الله صاروا خارج غزة مع حزب الله هو قال صاروا مع حزب الله في ضباط من حزب الله كانوا على تواصل مع حماس ومع غزة وإجوا أخذوهم وصاروا بالمكان لهن أكيد مكان آمن بالنسبة للمقاومة ولفريق المقاومة وهذا اللي عم بيفسر إذا بدك أو أحد تفسيرات هذا الجنون الإسرائيلي الحقيقي شو بقدمه بآخر المعلومات صارت محل ما لازم تصير وبعد اليوم نحنا اليوم التسعة وخمسين تسعة وخمسين من 7 وقت حسبنا الهدنة معنائة نعم نحسن محضون إيه بحكي الحرب إيه شو قامت أنه هيدا الجنون خلاص المعلومات صارت محل تاني وعلن لو عدول إسرائيلي يكون عنده خطة بديلة ليا يلغي هيدا المعلومات وإنه يتصرف بمسؤولية تانية يعني مش ما يحط المعلومات هي الأساسي شو بعد بيقدر يعمل بـ 27 يعني هي الضربة اللي أكلها بـ 27 عم بيقتل بالأطفال يعني انتقام مهو حاجة على قد الضربة على قد الوجع بيجي الصراخ على قد الوجع وقد الخيبة بيجي الانتقام هذا بالآخر لما يكون مجمع ذاتها هالقد ومجند عملاء هالقد بدول هالقدة عن تحكي عن مصر عن تحكي عن إيران عن تحكي عن أردن عن تحكي عن لبنان وعن حزب الله وعن هذا الصراع الاستخباري اللي نحن نعرفوش يعني أعقد إذا بدك الحروب هي الحروب الاستخباراتية هي الحروب بالظل لم يجي حدا ياخد هالداتا كلها لا وحلو كمان في معلومات بتقول أنه المقاومين فصلوا الأجهزة كلها عن أي انترنت يعني موصول بالشبكة بلحظتها مشا ما يكون في تدمير لهيدي الاستخبارات حتى نتسريم يعني هي بتربط يعني حسب كمان هودا أنا شفتهم بصحيفة يعني اللي عم بيبارق عم بيحام بيحاولوا يفهم لا بقيوا ساعات الإسرائيليين غايبين على المعرك لأنه ما كان عندهم لعيون ولا دنين ولا أدوات ولا طريق التواصل لأنه السيرفر اللي بيوزع بيربط بالأبيب مع هودا كلمة فيهم كان معطل الأمر اللي بيعطي أوامر التحكم والسيطرة كان خارج السيطرة فاللي صار كتير كبير وهذا بيفسر وبيبرر رجع بقلك لما يقول الإسرائيلي وخلفه الأمريكي وما حد يصدق هذه حرب أمريكا وهلا بقول لاش الإسرائيلي مش عم بيقدر يستوعب أنه بيقدر يكمل حياته مع غزة يكمل حياته وفي حماس حده مش عم بيقبله كيف حدا بيصير طارات بضيعة بجيرا بيجي واحد بترك الضيعة وبفل لأنه هذا اللي قتله حدا معاش قادر يتحمل أنه هذا الشخص القاتل عايش معه إسرائيل تعتبر أنه الضربة التي طلقتها بـ 27 اللي نحنا شفنا الظاهر منا هذه المعلومات عم تفرجينا شيء من الباطن فيها وإذا بدك تتابع حدتك تتابعت مبارح كمان هذا العقل اللي رسم هذه العملية واللي هو يعود الفضل بالأول للسنوار اللي هو خطط وهو هدف اليوم عند الإسرائيل هو الهدف رقم واحد هل مبارح تفجأت والعالم كله تفاجأ بـ 2022 بشهر رمضان الماضي حركة حماس بغزة عاملين مسلسل رمضاني عن هذه العملية تفصيلاً وهذا من ضمن الخداع الاستراتيجي عم بيقولوا لا بس خلص بعتك الفيديو في شيء فوق الوصف بهذه المسألة هيدا تكتيك غربي موجود ومزبوط أماركين وقتا بدون سوقوا فكرة بيعملوا لبشين صح بس بيعملوها قبل عشرين سنة نعم بيعملوها قبل كتير وقت هني عملوها قبل بسنة أنا اللي بدي أقوله هيدا الحرب هلقدي قاسية هذا الانتقام هلقدي دموي هذه الأهداف هلقدي عالية لأنه الضربة هلقدي قاسية حضرتك قلت هاذ هي حرب أماركا وليست حرب إسرائيل ممكن بي دقيقة أو نصف نسأل السؤال ماذا بعد؟ يعني شو نطرنا بالمنطقة وبالعالم؟ هل الموضوع غزة وفلسطين صار مرتبط بأكبر ملفات دولية؟ بتبلش بأوكرانيا، بتروح إلى الصين، بتمرق بالإيران، بتميل على اليمن؟ شو عم بيصير؟ بس أقول لاش حرب أماركا قبل هي حرب أماركا وإسرائيل إسرائيل للأسباب اللي قلناها عنوان قوة أماركا في المنطقة هي قوة إسرائيل إسرائيل مكسورة في المنطقة يعني مصالح أماركا مكسورة في المنطقة إسرائيل جريحة وضعيفة في المنطقة يعني أماركا ضعيفة في المنطقة وأماركا لا يمكن أن تحتمل أو أن تتحمل أن تبقى راببتها إسرائيلة وهي تمثل مصالحها مكسورة إلى هذا الحد، وهذا قالهم كاسنجر بآخر مقابلة له قبل ما يتوفى بكام يوم، عملوا معه مقابلة على زون نعم غزة أصلاً واحدة من الأمور إلى علاقة التي يجب أن تدرس أيضاً التوقيت، توقيت عملية الطفان الأقصى لأنه عندما نتحدث عن الخط التجارة الهندي، الذي يمرق مثل ما معنوم، يصل على مارفق حيفا، ويربط باقي مناطق العالم وهو على أعتاب كان شبه إعلان، أنه خلص كل العرب رايحين يطبعوا مع إسرائيل، المشروع الإبراهيمي كان ماشي أنه يمشي المشروع الإبراهيمي، وأنه يمشي الخط التجارة الهندي، يعني خلاص باي باي فلسطين، يعني ما عاش فيه شيء اسمه قضية فلسطينية يعني ما عاش فيه شيء اسمه حق عودة، يعني ما عاش فيه هذه العنوين كلها، ما عاش إلى وجود إجت هذه الضربة، نعم قلبت، خلطت كل الأوراق في كل العالم، أين أوكرانيا اليوم؟ مين عم يسمع بأوكرانيا اليوم؟ ماذا يحدث في أوكرانيا؟ هذا على سبيل المثال اللي عم يصير حدثك أو ما اتطرقنا للي عم يصير بباب المندب، اللي عم يعملوه اليمنيون، اللي هني إذا بدك عوضوا كل الخذلان العربي هذا أيضاً إلو علاقة بمسألة عالمية، إلو علاقة بأحد خطوط التجارة الحيوية في العالم، أحد معابر النفط والطاقة الحيوية في العالم طيب، نجي على إعادة رسم المشهد في المنطقة، سمعنا بوتين الرئيس الروسي لما حكى مرتين إذا بدك تصريحين ما بتشمي فيهم ريحة شماتة بإسرائيل وأمريكا، وبتشمي فيهم أيضاً ريحة رضا وقبول بهذه الحرب اللي صارت لأنه أول شي خففت الضغط عنه بأوكرانيا وتاني شي، مين قالك أنه روسيا والصين ما بيحبوا أن تتورط أمريكا بالمباشر بحرب في هذه المنطقة، وبتروح حرب إسنزاف طويلة؟ هلأ عم تحكي بالصين أمريكا؟ توجه بعد وتوجهها هل أدي للصين؟ مثل ما خفف عن أوكرانيا، أيضاً خفف عن الصين، سار كل الثقل الأمريكي والتوجه الأمريكي باتجاه منطقة الشرق الأوسط، هل أدي غزة أثرت على العالم؟ حفرت بالوجدان العالمي، أعارت القضية الفلسطينية رقم واحد في العالم، أثرت في الأجيال الجديدة، وعم تحكي عن الشباب الجيل الشاب الديمقراطي، هو الذي ضغط على جو بايدن ليعمل هدنة، لأنه كانوا شايفين الشارع عم يفلت من إيدهم 34% فقط حجم التأييد لبايدن على كل حال بإسرائيل هن أعلنوا أنه خسروا جيل الشباب، جيل المنصات، هن خسروا كرأي عام معهم بالعالم، وهيداً فإذاً عملية واحدة قدرت هالقدة تدخل على الوجدان، وهذا دمنا سهلة، تفوت على الوجدان الشباب وعلى وجدان العالم كله وتغير هالقد بس أي متغير بالعالم بده يكون فيه وسيط، اليوم الأمم المتحدة منا قدرة تكون وسيط، ما فيه دول حيات بالعالم، كل دولة عم تفكّن بقية محور رح تكون، وبالتالي يعني صراع إلى مزيد من التأزم هذا الصراع هل هو حرب عالمية ثالثة؟ يعني حرب بالنفرق بس حرب عالمية ثالثة؟ أو بعد ما وصلنا لحرب عالمية ثالثة قبل استعمال القنبل الزرية يلي منتظره كل واحد عم بهدد فيها؟ والسؤال كمان اللي بدي أختم فيه، يعني كان فيه تهديد على لبنان أنه بيطلع بيطلع لنا الأف خمسة وثلاثين فوق بيروت، بيعمل جدار الصوت، بيكسرنا أزيز، يعني كأن بيته مش من أزيز بالسؤال الأول حضرتك، النظام العالمي اللي كان قائم من التسعين إذا بدك، من سقوط الاتحاد السوفيتي إلى اليوم واضح أنه هذا النظام تفكّك، الولايات المتحدة الأمريكية فقدت مصداقيتها بالعالم وهي أصلاً ولا يوم لعب الدور الوسيط، كانت لعب دور مصالحها ولكن تؤدي حسب مرة بالحرب ومرة بالسلم ومرة بالضغط ومرة بالعقوبات وما هو إلى آخره اليوم نعم هذا العالم بدون ضابط إيقاح، هذا العالم اليوم ينتظر ولادة نظام عالمي جديد يمكن الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من الاحتمال ترجع تسيطر على العالم الجديد بس بأسلوب جديد، بأسلوب جديد، بشكل جديد، تربح حربة معص صح؟ يمكن تتحالي، لأنه كسنجر كمان قبل شوية قلتلك بمؤابلته الأخيرة سألوا، قال لابد من علاقات جيدة وهناك إمكانية أن يكون في علاقات جيدة بين الصين بدل ما يكون فيه سراع، بيكون فيه تحالف، يمكن يتحالفوا أو يتفاهموا على إدارة العالم إلى أن ينضج نظام عالمي جديد قد يبدو وقت؟ حرب أوكرانية مش رح تخلص، الحرب بالعراق مش رح تخلص، الحرب بسوريا مش رح تخلص والحرب بفلسطين وبغزة مش رح تخلص ولا حال في لبنان رح يخلص فيه مسكنات ممكن تنعطى صح يعني حضرتك أنه هذه المشاكل المتراكمة من 2005 في لبنان لليوم لو فيه نظام مثل ما كان موجود قبل اللي هو يركب الطائف مش كان قادر يركب بلحظة بأشهر كان يركب حل هذا التفلط الموجود بالعالم كله سببه أنه ما فيه مثل ما حضرتك قلت ما فيه ضابط إقاع واحد بالعالم يقدر يسيطر على الكل أو يقدر يفرض رأيه على الكل لأنه ما فيه رؤية وحدة ما فيه حدا هو ما يخذ العالم باتجاه معين هذا عشان هيك نحن نعم قدام صراع طويل هلأ أنت بتخلص حرب بغزة أو بتخف وطيرة هذه الحرب لما يصير فيه ضغط بالشارع الأمريكي على إدارة جو بايدن وكمان كتبت بالصحف الأمريكية أنه ولا مرة بإدارة أي رئيس أمريكي كان فيه انقسام داخل الإدارة إلى هذا الحد لأدى الاستقالة كذا دبلوماسي وأدى أنه إحدى المسؤولات بالسي آي آي كتبت على فيسبوك كتبت منشور متضامن مع فلسطين وهذه اعتبروها قصة كبيرة أنه عم تحكي أنت من ضمن المخابرات الأمريكية حدا بيأخذ هذا الموقف هادي كلهم المؤشرات تجمعيهم مع بعض نوصل لمطرح نحن قدام حرب طويلة حرب مفتوحة هذا اللي صار بـ 27 وما أعقبه بالآخر حلقة بهذا السياق هي الحلقة الأقصى هي الأكبر هي الأعمق مثل ما أريدك بس حتما الحرب بيش حضل على نفس هذه الوطيرة ما بيقدر أي جيش بالعالم يضل ماشي بهذه تصاعدة أو أو استنزاف حقيقة حينا على حرب استنزاف طويلة المقاومة في غزة قادرة لحالة على الصمود والتصدي للعدو الإسرائيلي ولكن السؤال وهذا الخطر جدا وهذا كتب بأكسيوس من ثلاثة أيام عم بيقولوا لهو موقع أمريكي استخباراتي إذا بدك موثوق عم قول كل هذه الشعرات اللي عم تشوفوها هي كذب الحقيقة أمريكا وإسرائيل أخذوا قرار بتهجير قطاع غزة وهم قدام خيارين أو بيموتوا أو بفلوا قداش بلا تقدر تصمد هذه الناس فرصة التهجير يلي قدمت بالأول أنه ظهروا أنتم من القطاع بتجاه السيناء اليوم عم تصير عم بمرسوة بالقوة يعني عم بحقق الهدف الأكبر هو تفريغ عم بحاول عم تفريغ غزة وبالتالي تفريغ غزة يعني قناة بونجوريوم يعني مشروع اقتصادي يعني تبيزت أحد المواقع الأمريكية عمل مقابلة مع الناطق باسم الجيش الإسرائيلي سألوا أنه شو أهو دي الناس إذا بتعملوا عملية عسكرية بالجنوب عملتوا بالشمال وبواسط غزة بالمدينة إذا بكتعملوا بالواسط وبالجنوب يعني بكل كطاع غزة وين المكان الآمن قالوا في منطقة على الشاطئ كان فيها مستوطنة اسمها غوش قطيف مستوطنة سهيونية قبل الانسحاب لألفان وخمسة عم بدأ ندعو الناس يروحوا لهونيك هي بتعلق الصحيفة بتقول لها مستوطنة بتسعة تسعة تلف فكيف تحط مليونين ونص أو مليونين ومتانية تلاتمية تألف بمطرح هي شبه صحراء أصلاً على الشاطئ يعني فبيرجع بيقول لا يوجد مكان آمن في غزة عليهم الرحيل الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي هالحكي من ثلاثة أيام يعني موضوع التهجير قائم قائم قريتي حضرتك عن المشروع بالكونغرس جوي ويلسون حكى عنه لهو حكى عن مصر تستقبل مليون بس كمان بعدها لمصر اليوم عندها رأي متشدد حشان مبعا في الزمان قمعيك في شي مضحك مبكي كيف هم يفكروا بدوا يعطوا مصر مليون وهن بيعطوا مصر معونا مليار وثلاثمئة مليون بالسنة بزيدلون إياها مليار ويأخذوا على تركيا خمسمائة ألف على العراق ميتان وخمسين ألف وعلى اليمن ميتان وخمسين ألف على اليمن والعراق هذا مشروع أمريكي بالكونغرس الأمريكي كتبته إسرائيله يوم من كم يوم بعده مشروع التهجير قائم هن الإسرائيليين من اليوم الأول اعتبروا هذه هي الفرصة تحويل التحدي إلى فرصة بما أنه أكلنا ضربها الأدقاسي يجب أن يكون الردها الأدقاسي ويروحوا على حلم رابين اللي قال أتمنى أن أصحى داتا يوم من النوم وأرى غزة وقد ابتلعها البحر بالنسبة للبنان والتهديد بالأف خمسة عشر وجدار الصوت خمسة وثلاثين أو خمسة أف خمسة وثلاثين عفوا أقوى أقوى وجدار الصوت وتحطيم الزجاج الأبنية في بيروت أنا على يقين وعن معلومات إذا الإسرائيلي وهلأ في شي السيد حسن نصر الله حكى بالخطاب مثل ما قلت قبل شوي مثل ما وصفوا أحد الجنرالات الأمريكيين أنه عبقري وذاكي جدا ولم يأخذ بالعاطفة ولو أخذ بالعاطفة مثل ما قال أحد الكتاب الإسرائيليين كان أخذ مجد عبد الناصر ولكنه لم ينفعل وتصرف بحكمة ولم ينتصر كمان أضاف الكتاب الإسرائيلي أنه ولم ينتصر صح بينما عبد الناصر انفعل وانكسر صح فإذن هالحكمة والهدوء والبرود مفروض يخوف الإسرائيل وهو خايف فعلا ولو كان الإسرائيلي يتجرأ أو قادر علشان حرب على لبنان مثل ما عم بيحكوا وكان فعلها بس أكيد وحتما ما يملكه حزب الله من أسلحة متطورة أنا على يقين لا تخطر ببال الإسرائيلي وإذا تجرأ يعني فينا نكسر زيز تلقبيب بألفان وطنعش كل كل زيز تلقبيب مش بألفان وطنعش عم نحكي حضرتك عم تحكي عن 13 سنة مش هك لليوم أو أكتر كمان كان عم بيقول بس أنا بحب بذكر فيهن لأنه عم نحكي عم بذكر بالزمن لأنه المقاومة دايما في تطور عم بتراكم تجربة ميدانية وأسلحة ونوعية أسلحة بعد ما كان عم بنحكي علنا بصواريخ دقيقة لما قال معادلة بيروت مقابل تلقبيب قال هالجملة قال بس مش منفخة حيطان بتهدوا بني منهد بني ها عم تحكي أمتى بالألفان وطنعش وطنعش بتصور بهال وميوقتها قال عنا صواريخ بلبنان بتسكر البحر الأحمر يعني بلما اليمن يتدخل كان حزب الله عنده صواريخ بحرية بتقدر تهدد الملاحة في البحر الأحمر فما بالك اليوم وما بالك بعد ما انفتحت الأمور إلى هذا الحد حزب الله كمان سيد حسن أعلن أنه بلبنان يصنع مسيرات وبلبنان تحول الصواريخ العادية إلى صواريخ دقيقة هذا المعلن عنه ودائما الحرب هي مفاجآت إن كان في البحر وإن كان في البر وإن كان في الجو وراح على تل أبيب ستتذكر قبل الهدنة بكم يوم لأنه كان في حكي جدي الإسرائيلي قد يتهور ويذهب إلى توجيه ضربة إلى لبنان واحدة من الأمور التي كبحت جماح إسرائيل بأمر أمريكي إنه كل منصات الغاز مش كريش لا يبقى منصة في إسرائيل أو منصة في البحر الفلسطيني لإسرائيل وهذا بيؤدي لضرار كبير لأنه كل اللي عملته أمريكا بعد حرب أوكرانيا إنه تعود تحاول تعود شيء التحديد مباشر من حزب الله باستهداف المنصات الغاز بس تفتح الحرب لن يبقى أي مرفق حيوي لا يستهدفه حزب الله بأي مجال بدك الإسرائيلي بيعرف هيك بس بعده ما جرب إذا حاب يجرب هون السؤال الكبير إذا ذهب الإسرائيلي إذا هذا إلى هذا الاستفزاز وجر حزب الله إلى ضربة من هذا النوع شو بتعمل أمريكا بتدخل بحرب أخرى بتجيب جيوش لهون ولا بتدخل لا تنهي الحرب بهون وبغزة بعد في أشياء كتير بتنحكها لكن الوقت أخذنا أنا بدي أشكر شكرا لك دكتور حسن در شكرا لحقوب وشكرا لكيفورك وشكرا للأصدقاء المستمعين وإلى اللقاء عبر الصوت وشكرا لك شكرا لك شكرا لك